حاجة غريبة قوي بموضوع باريس سان جيرمان. أنا بالذات باريس سان جيرمان. يعني مبارح كان فيه مطشاط فعلا نتائجها غريبة. والفترة اللي فاتت والبطولات اللي فاتت. بس باريس سان جيرمان. احنا قلنا الكلام ده. قلنا كم من النجوم اللي عندها. يعني تاريخ كبير جدا في كرة القدم. لما تجتمع بقى فيه فريق واحد. خلاص الفريق ده هيخش يخلص على أي مباراة. ده كان متوقع. وأكيد ده أو ده السبب الرئيسي في الصفقات أصلا اللي اتعاملت من باريس سان جيرمان. فتيجي تشوف برضو حتى لو مش بنتكلم عن الخسارة الأخيرة دي. انت بتتكلم برضو مش الأداء الواو. يعني الفوز بتاعه مش بسا بهاي سكور في كل. هو يمكن الأول ولكن متكلمش برضو أنه هو الأداء الروعة على الأرض. فمش عارف. ده تأكيد اللي كلامك يا هوند في وقت من الوقات بعد ما اكتملت كتيبة النجوم اللي يعني أضفوها للفريق في الفترة الأخيرة. أنا واحد من الناس كنت متخيل أن الكتيبة دي خلاص هتفقدنا متعة متابعة الدولة البرينسلين. خلاص الأمور محسومة. أيا كان الماتش اللي حيلعبوه فهم اللي حيفوزوه. تضح أن لا. لا الموضوع مش كبير. تضح أن مش بالضرورة ما يكون عند الكتيبة من النجوم. أن كلهم يخدموا على بعض ويخدموا على الفريق. ده مش حصل. وعايز أقول لك أن في بعض يعني مثلا لما تيجي تتكلم عن ميسي مثلا. لا ميسي كان لما كان بيلعب هو الليدر وهو النجم الأوحد في فريقه كان وقتها بارسلونا حاجة تانية. لما دخل على بريس سان جرمان آه تمام. طبعا هو له يعني احترامه وليه تقديره ليه إمكانياته في الملعب. بس برضو نس كتيرة جدا عايز أقول لك كانت بتقول إن ميسي مع بارسلونا حاجة تانية خالص. زي ما رونالدو برضو مع فريقه حاليا مش ده المعتاد خالص. بزرط. بزرط.